السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم بفقرة جديدة من فقرات تعلم أونلاين كلياتنا ممكن نحتاج أن نعدل على ملف PDF أنا ما في حاجة أن أستخدم برامج لحتى أعدل على ملف PDF عندي ممكن أعمل هذا الحكي أونلاين في كتير مواقع على شبكة الإنترنت بإمكانك تعدل على ملف PDF أونلاين أنا اخترت الموقع I love PDF اخترته لأنه هو مجاني بالكامل في مواقع تاني ممكن تشترك فيه اشتراك سنوي أو شهري فيه ممكن يكون فيه شوي تميزات أفضل بس هذا الموقع فيه معظم الخدمات المتعلقة بملفات PDF مثل ما أنا شايفين في عندي الميرج PDF يعني تجميع ملفات PDF تقطيع ملفات PDF تقطيع ملفات PDF تقطيع ملفات PDF اللي أخذته هون هو عبارة عن Application for Schengen Visa رح نشوف سوا كيف أنا ممكن أعمل عليه تعديلات أو أضيف عليه بعض البيانات رح أجي أول شيء في عندي هون خانة إضافة الكنية الاسم الثاني رح أختار إضافة تيكست من هون وبحطه لإسم الكنية وبإمكاني أعدل فيه وإن إلى متل ما أنا شايفين بالإضافة هون شايفين أنا في عندي هاي الأيقونة بإمكاني من خلاله أعدل لون النص اللي حطيته وكمان في عندي هون ممكن أتحكم بقياس وحجم النص اللي كتبته طبعا تقريبا نفس التعديلات بإمكانك يعني اللي عنده فكرة عن الورد بإمكانه يستخدم الأيقونات أيقونات التعديل اللي في الأعلى ممكن أنا أعمل خط عريض bold أو أعمله خط ماين بنجي على الإسم الأول كما نفس الطريقة بجي على إيقون إيقونت إضافة تيكست وبكتوب الإسم ماذا طبعا أنا شايف الأعلى عندي عدة إيقونات ممكن أنا أرسم أو أضيف صورة أو حتى أضيف بعض الأشكال اللي بالأعلى هنا لأندي أنا خيارات مثلا هون الجندر ميل وفي ميل ذكر أو أمثى راح أضيف هاي الإشارة شفت أنه خاطئ ممكن أنا أمسحها من هون لأنه هي غير مناسبة راح أجي على هاي الأيقونة وأضغط هون بيطلع عندي عدة أشكال راح أختار شكل بالإكس هاد وحطه كإشارة اختيار هون جندر ميل طبعا في مسكات ممكن أنا أصغر هي الإشارة وأخليها بحجم مناسب بالإضافة أنا ممكن أعمله كونترول سي لحتى ما كلمرة أنه أغير بحجمه أعمله أعدادات فبعمله كابي بكونترول سي وبعدين بعمله كونترول في ممكن أستخدمها نفسها مرة تانية هلأ هون الحالة الاجتماعية متزوج حطيت إشارة الإكس كاختيار بجانبه هلأ في بعض المعاملات ممكن تنقبل توقيع على الورقة من خلال الماوس ممكن يقبلوا ففي عندي هذا الألم اللي شفناه ممكن أن أنزل أسفل الورقة وأوقع هون مكان التوقيع فبإمكاني أضيف توقيعي بجعل ألم وبرسم توقيعي ممكن المعاملات مقبولة هي الطريقة بس ممكن بعض الدواء ارتابلها بالإضافة هلأ هون مطلوب مني أنزل صورة بجعل الإشارة اللي هون وبختار صورة من على الكمبيوتر راح اختار هي الصورة بعلم عليها وبقولها open الصورة طلعت كبيرة ففي كمان مسكات وقبضات ممكن أن أضغر الصورة بحيث أن تكون مناسبة لمكان تموضع بفرض أنه أنا اخترت أو أكملت الطلب تبعي بفرض أنه أنا أكملت التعديلات على ملف الPDF راح أقل له انضغط هون Edit PDF طبعا لاحظ أنه على اليمين في عندي مراحل العمل ممكن أنا أعدل فيه أو أحذف فوق Edit PDF هلأ تتم معالجة الملف بعد فترة قصيرة راح أقل له بيكون جاهز الملف راح أقل له download PDF راح يتعدل الملف ويفتح عندي عبر النيت هذا الملف بعد التعديل بس هو يتم استعراضه من خلال النيت ما صار عندي على الكمبيوتر لذلك أنا راح أعمل له تنزيل على الكمبيوتر بضغط هون على هي الإشارة وبعدين بيعطيني خيار أنه أختار مكان إنشاء الملف إذا برجع على مكان إنشاء الملف هون صار عندي الملف جاهز إذا بحاول أفتحه بيفتح معي من خلال Adobe Reader هذا هو الملف بعد التعديل هذا الملف النهائي الممكن أحتفظ به بالكمبيوتر هذا كان درس اليوم شكرا للمتابعة ويعطيكم العافية